موسيقى السلام الله عليكم ورحمته وبركاته نشرة الأخبار من السوديوهات سهيل والبداية بأبرز العناوين موسيقى الحكومة تقول إن السلام لا يزال بعيد المنال وتجدد اتهامها لإيران باستمرار تهريب السلاح لميليشيا الحوثي عبر ميناء الفزيدة موسيقى قادة وضباط عسكريون يجددون العهد في السير على نهج ثوار السادس والعيشين من سبتمبر ووأد المشروع الحوثي الكهنوتي موسيقى تفاصيل الأنباء أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم أكدت الحكومة اليمنية دعمها لكافة الجهود والمساعي التي تفضي إلى تحقيق السلام العادل والشامل المبني على المرجعيات المتفق عليها وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 22-16 جاء ذلك في كلمة اليمن التي ألقاها وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني في اجتماع وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز المنعقد على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وعشار وزير الخارجية إلى أن السلام ما يزال بعيد المنال ومعاناة الشعب اليمنية تتفاقم بسبب تعنت الميليشيا الحوثية وحربها الاقتصادية المستمرة ضد الحكومة والشعب اليمنية مؤكدا أن الدعم الخارجي للميليشيا الحوثية المتمردة يمثل أحد الأسباب الرئيسة لإطالة أمد الأزمة الإنسانية ومعاناة الشعب اليمنية وأوضح وزير الخارجية أن الميليشيا الحوثية تتهرب من استحقاقات السلام إلى التصعيد العسكري في البحر الأحمر وباب المندب أكد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري استمرار النظام الإيراني في تهريب الأسلحة والخبراء العسكريين إلى ميليشيا الحوثية عبر ميناء الحديدة لافتا إلى تنامي التخادم والتعاون بين ميليشيا الحوثية والتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين بالملحق العسكري البريطاني العقيد جوناث فريم والملحق العسكري الفرنسي المقدم جونيد جودة كلا على حدة وذلك لبحث مستجدات الأوضاع العسكرية وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العسكرية والأمنية ومكافحة الإرهاب وجرى خلال اللقاءين استعراض مستجدات الأوضاع الميدانية في ظل اعتداءات ميليشيا الحوثية الإرهابية على مواقع القوات المسلحة في أكثر من جبهة واستمرار هجماتها الإرهابية على السفن التجارية وخطوط الملاحة الدولية قال رئيس مجلس الشراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر إن الدفاع اليوم عن ثورة السادس والعشرين من سبتمبر دفاع عن الوحدة الوطنية والهوية اليمنية الواحدة والمواطنة المتساوية والحريات العامة ودفاعا عن أكتوبر وأكد بن دغر أن في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثية ثورة تتخلق من جديد ولن يستطيع وقفها وأضاف بن دغر في حديث لوكالة سبأ يمكننا اليوم رغم الخسائر الفادحة التي تتعرض لها الثورة أن نلحظ صمودها وتعملقها وعظمتها وذلك بفضل التفاف الشعب حولها وقدرتها على الوقوف شامخة بعد أن نقلت اليمن من حياة العصور الوسطى بظلاميتها إلى رحاب الحضارة الإنسانية المعاصرة وأشار بن دغر إلى ما يعانيه المناظرون وقادة الأحزاب السياسية والمثقفون والإعلاميون في مناطق الاحتلال الحوثي من عمليات الترويع والسجن والقتل ومصادرة الحقوق وأفاد بن دغر أن ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجدتين مهدت لحدث الوحدة الكبير وأن تعظيم الشعب اليمني لذكرى سبتمبر رغم الملاحقات والسجون وتكميم الأفواه إنما يعود في أساسه لذلك الإدراك العميق والوعي الذي تأصل لدى مختلف فئات الشعب اليمنية بالارتباط بين الثورة والوحدة والمستقبل المنشود أكد عدد من القادة والضباط من منتسبي الجيش الوطني في المنطقة العسكرية السابعة تمسكهم بمبادئ ثورة السادس والعشرين من سبتمبر ومضيهم على درب الثوار في استكمال تحرير الوطن من مخلفات الإمامة ورجعية الكهنوت ذكرى السادس والعشرين من سبتمبر ذكرى عظيمة لدى كل يمن حر لأن الكهنوت الإمامي الجديد المتلثم ميليشياء الحوثي الإرهابية يريد أن يعيد الشعب اليمني إلى ما قبل السادس والعشرين من سبتمبر إلى عهد الظلم والتخلف والجهل والمرض لكن أحرار اليمن يأبوا إلا أن يحتفلوا بعيد السادس والعشرين من سبتمبر لأنه أخرج الناس من الظلمات إلى النور شهر ويوم مميز وتاريخ له آثاره عند كل يمني ولا يمكن أن ننسى هذا اليوم وسنضحي من أجله حتى نحرر كل أهدافه 26 سبتمبر هو فجر الحرية للشعب اليمني قاطبة وأهد القضاء على الاستبداد وعلى الرجعية وعلى الإمامة وعلى التخلف وصنع نظام جمهوري عادل وإزالة الفوارق بين الطبقات وبناء دولة فيها العدالة والمساواة بين أفراد الشعب اليمني في الذكرى الثانية والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة نؤكد نحن جميع أبطال وضباط وقيادة القوات المسلحة اليمنية على أن نسيق على ما سار به أجدادنا القدامى من دحر لهذا الظلم الإمامي القهنوتي والذي أتى لنا مجددا في هذه الأيام على أيدي الميليشيات الحوذية الإيرانية التي تريد أن تعودنا إلى ما قبل السادس والعشرين من سبتمبر ولكننا واقفون لهم بالمرشاك وسنكون بإذن الله الصخرة التي تتحطم جميع عمالهم عليها ستة وعشرين ستمبر خالد في قلوبنا وقلوب كل اليمنيين ستة وعشرين ستمبر نمضي في خطاه ونمضي في خطاه الشهداء والأبطال والأحرار مثلما محمد محمود الجبيري ومثل الثلاية ومثل الشدادي ومثلما اللواء أمين الوائلي وهناك غيرهم كثر فالستة وعشرين ستمبر خالد في قلوبنا كيمنيين حملات الاعتقالات التي تنفذها مخلفات الإمامية الرجعية في أوساط الأحرار الجمهوريين المحتفين بثورة السادس والعشرين من سبتمبر في عيدها الوطني الثاني والستين دليل عنفوانية الثورة واستمراريتها متابعة هستيريا حوثية من أي مظهر أو تعبير احتفائي بالعيد الوطني لثورة السادس والعشرين من سبتمبر تبلغ ذروة سعارها العقور في حملات الاعتقالات والمداهمات التي تشنها بقايا الإمامة الرجعية بحق الأحرار الجمهوريين ورغم أن ثورة السادس والعشرين من سبتمبر جاوزت نصف قرن وعقد من عمرها الجمهوري المبارك لا تزال فتية في ربيع عنفوانها الثوري السبتمبري بل وكأنها وليدة الساعة وفرضت ميليشيا النكبة الإمامية رقابة جاسوسية على وسائل التواصل الاجتماعي وأجبرت معتقلين على حذف صفحاتهم واعتقلت كثيرين على خلفية منشور احتفائيا بالثورة السبتمبرية المجيدة وأسقط القناع الذي طالما وارت الميليشيا خلف خماري التنكري بالجمهورية وجهها الكهنوتي القبيح واتسع مقابل القمع الحوتي زخم الاحتفاء الجمهوري بالثورة التي قضت على أسلافهم البائدين وثورة ما زالت ترعب أشباح البائدين بعد الستة عقود على قيامها لهي من قوة الديمومة وجدارة الخلود والاستمرار على درجة عالية من التمكن والرسوخ والقدرة على معاودة فعلها في اللحظة المفاجأة وتدل الاحتفالات الشعبية العارمة والمبكرة بالعيد الوطني الثاني والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر على مدى ما بلغه الوعي المجتمعي من ترسخ اليقين الجمهوري والإيمان العميق بقدسية الثورة السبتمبرية فأين ذهبت عشر سنوات من التجريف الحوثي المنهجي لطمس معالم ثورة السادس والعشرين من سبتمبر ومحو معالمها المادية والمعنوية وكأن الميليشيا لا تزيد أيلول الجمهورية إلا تأججا كلما رامت إطفاء شعلته الوقادة مدى الزمن قال وكيل محافظة ريمة الأستاذ محمد العسل إن مظاهر الاحتفاء بالذكرى الثانية والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر تبدو أكثر انتشارا في مختلف أنحاء اليمن وأوضح العسل في تصريح لقناة سهيل بأن ممارسات الحوثي جعلت الشعب أكثر وعيا بعظمة ثورة السادس والعشرين من سبتمبر وأكثر تمسكا بأهدافها ومقتسباتها اليوم أبناء شعب اليمني يحيون ذكرى سبتمبر العظيم في كل خرية في كل مدينة في كل حارة تأتي رمزية ستة وعشرين سبتمبر كغيرها من السنوات الماضية اليوم الحوثي جعل أبناء شعب اليمني في الشمال والقنوب والشرق والأرض في الأرياف في القرى في المدن يحيون هذه الذكرى كل بطريقته الخاصة ولذلك الميليشيات الحوثية تنزعك كثيرا من ذكرى ستة وعشرين سبتمبر من هذا اليوم الخالد عندما ترى هذه الذكرى وهذه المناسبة في قلوب كل أبناء الشعب اليمني رجالا ونساء شبابا وأطفالا في القرى في الأرياف في المدن في الحارة عمدت ميليشيا الحوثية منذ انقلابها على استهداف القبيلة بطرق وأساليب ماكرة استهدف حضورها وقيمها الحميدة تمهيدا لجعلها أداة في خدمة الزعيم الصلم هل يمكن إخفاء مظاهر الحقد والتشفي الحوثية من القبائل اليمنية؟ تساؤل جوابه النفي لمن ينظر للأمور بمنطقية فالحوثيون بعد نكبة الحادي والعشرين من سبتمبر كشروا عن أنيابهم أكثر وظهر من مخططهم ما كان مستتر فإذا حقدهم على القبيلة التي ناصرت ثورة السادس والعشرين من سبتمبر يتجلى في أكثر من مظهر ركز البعض على مشاهدي الانتقامية المتمثلة في القتل والاختطاف وغيرها من مظاهر العداء العلنية وتغافل عن مظاهر الانتقام الناعم الأشد خطورة ومن أخطر أنواع الانتقام من القبيلة تحول رموزها إلى مجرد عكفة على باب الحوثية ومنح مشائخها مواقع وهمية في الوقت الذي يتم تصديرهم باعتبارهم خدما للحوثية وأكثر ما تعمد الحوثيون استخدام مثل هكذا طريقة مع القبائل التي كان لها تاريخ مشرف في مناصرة الثورة السبتمبرية فبحثت الماليشيا عن بعض أبنائها من ضعاف النفوس الباحثين عن مواقع شخصية فصدرتهم باعتبارهم رموزا قبلية تبحث عن رضا من يسمونه سيدا للحوثية لتؤكد الماليشيا عبر مثل هكذا مشاهد خضوع القبيلة واستسلامها وتحولها منجم قتالة وقتله بين يدي من يمسك بزمامها وتلك وغيرها بعض الصور التي حاولت نكبة الحادي والعشرين تصديرها عن القبيلة اليمنية وهي صورة تنسفها الصورة المشرقة للقبائل اليمنية السبتمبرية التي تتوهج شمس كرامة محرقة رافضة أن تعترف بأن هناك سيدا لها في ظل سيادة وطنها ومن وقفة تلك القبائل السبتمبرية في جبهات العزة مع جيش الوطن لتأدي بقطعان الحوثية يتبخر مخطط الحوثية لإذلال القبيلة اليمنية ويتأكد أن القبيلة التي فهمت الدين وتوهجت بشمس السادس والعشرين لن تقبل بعبودية نكبة الحادي والعشرين أثر قرار محكمة الاستئناف في محافظة شبوة بتحويل قضية اغتيال الشيخ عبدالله الباني إلى المحكمة العسكرية جدلا واسعا وصدبة في الأوساط الشعبية وأطلق ناشطون حملة إلكترونية واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتنديد بالقرار تحت هاشتاغ الباني لا للمحكمة العسكرية نددوا فيه بالقرار وتطرقوا إلى أهمية استقلالية القضاء عن التأثيرات السياسية والعسكرية وأعرب ناشطون عن استيائهم من القرار كونه يشكل انتهاكا لاستقلالية القضاء المدني وتسيسا للقضية وشددوا على ضرورة عادة القضية إلى القضاء المدني وضمان محاكمة عادلة وشفافة موضحين أن تحويل القضية إلى المحكمة العسكرية قد يؤدي إلى تمييعها وثمن الناشطون جهود المجلس الرئاسي والنائب العام وطالبوا بالمزيد من الجهود والاجراءات لإيقاف العبث بقضية اغتيال الشيخ عبدالله الباني ووقف أكبر جريمة بحق القضاء والمتمثلة بتحويل قضية مدنية فيها أحكام سابقة إلى محاكمة عسكرية أسقطت محكمة استئناف العاصمة المؤقتة عدن صفة الضبطية القضائية عن مدير قسم شرطة مديرية خور مكسر وقالت مصادر حقوقية إنه تم خلال الجلسة الاطلاع على الرأي المقدم من نيابة استئناف جنوب عدن بشأن إسقاط صفة الضبطية القضائية عن قائد شرطة خور مكسر وذلك بسبب المخالفات الجسيمة التي ارتكبها خلال مزاولته للعمل وفي ختام الجلسة أصدرت المحكمة حكما بقبول الطلب المقدم من رئيس نيابة استئناف جنوب عدن بشأن إسقاط صفة الضبطية القضائية لقائد شرطة خور مكسر لمدة سنتين ابتداء من تاريخ النطق بالحكم نفذت مؤسسة اليتام الخيرية التنموية مشروع توزيع كراسي لذوي الاحتياجات الخاصة في اليمن للسنة الثانية على التوالي بإشراف من جمعية الصفاء الإنسانية وتبرع فاعلي خير من دولة الكويت ويستفيد من هذا المشروع 15 فردا من ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين هذا وأعرب المستفيدون من المشروع عن شكرهم وامتنانهم للمتبرعين الكرام ولدولة الكويت الشقيق والقائمين على هذه اللفتة الكريمة التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في حياتهم قالت وزارة الصحة العامة والسكان إنها ستنفذ حملة تحصين ضد الكوليرا في المحافظات المحررة تستهدف أكثر من ثلاثة ملايين مواطن في ست محافظات موزعين على أربعة وثلاثين مديرية وبحسب المؤشرات الوبائية جاء ذلك خلال لقاء وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح في العاصمة المؤقتة عدن مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية لاستعراض مستجدات الوضع الصحي وأكد وزير الصحة أهمية الدور المناطب وسائل الإعلام في رفع مستوى الوعي الصحي المجتمعي تجاه عديد من الموضوعات الصحية والإسهام في إحداث التغيير السلوك المجتمعي الإيجابي الذي يعزز الجوانب الوقائية في مجابهة الأوبئة والأمراض وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مشترك مع المنظمة الدولية للهجرة لتحسين خدمات الصرف الصحي للنازحين والمجتمع المضيف في محافظة مارب وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ مليونين ومئتين وخمسين ألف دولار أمريكي وتهدف الاتفاقية إلى تحسين الوصول لمرافق الصرف الصحي الآمنة وخدمات إدارة النفايات للنازحين والمجتمع المضيف في محافظة مارب النشرة انتهت وهذا تذكير بأهم عنوينها الحكومة تقول إن السلام لا يزال بعيد المنال وتجدد اتهامها لإيران باستمرار تهريب السلاح لميليشيا الحوذية عبر ميناء الكديدة قادة وضباط عسكريون يجددون العهد بالسير على نهج دوار السادس والعشرين من سبتمبر ووأذي المشروع العودي الكهنوتي في ختاب النشرة لكم مني أطيب المنا تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في رعاية الله اشتركوا في القناة